هي أقول يا أيها الرجل اتق الله في زوجتك واعلم أن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم وعاشرهن بالمعروف وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال في خطبة الوداع اتق الله في النساء فإنهن عوان عندكم ويا أيها الرجل الذي ترضاه لابنتك وأمك وأختك عليك أن ترضاه لبنات الناس والمرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم يا أيها المسدد هذه أمانة أبوها استودعك إياها فاتق الله فيها وكن أهلا لهذه الأمانة وإن من أعظم حقوقها أن تعينها على الوصول إلى الجنة والفرار من النعر وأما أنت يا أختاه يا من من المنان عليك بزوج يتسبب في أن نفقت عليك من طعام وشراب ولباس وعلاج ومسكن ومركب ويحسن ويحسن المعاملة إليك ويتق لها فيك ويحترمك وتحترميه فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم أعلم يا أمط الله المسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها واعلمي أيتها المؤمنة القانتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان بالرجل قرحة من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه فلحستها زوجته ما أدت حقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا فيا أمط الله المسلمة هل يليق بتي أن تنامي وزوجك صاخط عليك فيقولون لك زوج غضان تقول اتركوه اتفلاء هل هذه أخلاق قرآنية هل هذه أخلاق نبوية هل هذه أخلاق سلفية فبعض النسوة لا يقلن هذا بلسان القان بل يقلن هذا بلسان الحال فربما تكون المرأة موحدة ومحجبة ومصلية لكن لا تعرف حق زوجها كما أمر الله جل وعلا وشرع في كتابه وفي سنة رسوله وربما بعضهن يعلم ذلك نظريا ولكن غير موفق إليه في التطبيق العملي فنحن ضيوف إن كنا رجالا أو نساء على وجه الكوكبة الأرضية وسنرحل عنها شئنا أم أبينا وسنسأل بين يدي الله عن النقير والفتيل والقطمير والله جل وعلا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا وقال تبارك وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فيا أمة الله المسلمة زوبك هو الذي يتسبب في إعانتك على غض بصرك وحفظ فرجك وقد كفاك مؤونة الدفقة نعم وقد تسبب في إيوائك في بيتك والذب عن عرضك فعليك أن تتقي الله تعالى فيه وتقوبين بحقه هذا إذا كنت تريدين رضاء الله جل وعلا ونحن ما خلقنا إلا لعبادته حيث قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون